هل يجود التيمم منع وجود الماء ولكن خوفا من البرد؟ إذا اشتد البرد وخاف الضرر باستعمال الماء ولم يكن عنده ما يسخل به الماء كأن يكون في برية أو في مكان ليس فيه ما يسخل به الماء ويزيل برودته لا مانعا أن يتيمم بالصعيد والتراب ويصلي دفعا للضرر وكما في قصة عمر بن العاص رب الله تعالى عنه فإنه كان في سفر معه أصحابه فأصابه احتلام وكان الوقت باردا جدا فخاف على نفسه إن ارتسل فتيمم وصل بأصحابه صلاة الفجر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليه ولم يمره بالإعادة